اهلا بكم معكم كريم حاتم في هذه التقطية الخاصة على شاشة اكسترا نيوز عن الفعلية المصرية لدعم فلسطين التي انعقدت برعاية وحضور رئيس عبدالفتاح السيسي باستاذ القاهرة الدولي واحتشد فيها الالاف من المواطنين المشاركين في هذه الفعلية الجماهيرية الكبرى بمدرجات الاستاذ دعما للفلسطينيين ابقوا معنا مع استعداد مصر ان تسخر كل قدراتها وجهدها للوساطة وبالتنصيق مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية الفعلة دون قيد او شرق وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الانسانية لابناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم ان يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فمن اجل السلام فليعمل العامل اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان القضية الفلسطينية تشهد منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظله تصعيد غير محسوب وغير انساني واضف الرئيس السيسي ان التصعيد الاسرائيلي اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الارض يؤدي الى تصفية القضية وتهجير الشعب السيدات والسادة شعب مصر الابي تواجه المنطقة العربية ازمة جسيمة تضاف الى صوابخ التحديات التي تعانيها على مدار عقود كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير انساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الارض يؤدي الى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستلاء على الارض ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ بل دارت الى القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فاصبحت وصمت عار على جبين الانسانية كلها للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية اهلا بك دكتور تحياتي حضرتك السلام يعني في البداية رأي حضرتك فيما حدث بالامس من حضور جماهيري كبير لتأييد الموقف المصري وايضا تأكيد رئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر حكومة وشعبا للاشقاء في فلسطين طبعا ده موقف مصر الثابت كما تفضلت حضرتك يعني قيادة وحكومة وشعبا الكل على قلب رجل واحد الكل في واحد وتصور انه من اللحظة الاولى وكانت قمة القاهرة للسلام كانت رؤية الدولة المصرية للإحلال السلام وتصحيح المصار وتصور انه يعني الادوار المصرية سواء كان فيما تعلق بتكثيف المجهودات لإيصال المساعدات وتأكيد الرئيس السيسي دائما على عدم اتساع رقعة الصراع وعدم تدهور الاوطاع والعمل على تحقيق الاستقرار والحيلولة دون التدحب إلى حرب إقليمية كما يعني أنظر الرئيس السيسي أكثر من مرة وتنصيق الجهود دائما وهذه الاتصالات المكثفة وحجد المجتمع الدولي والرفض القطعي وتكرار والتأكيد على رفض تصفية القضية والعمل على بدل التصفية التسوية التسوية السياسية للقضية ورفض التهجير القصري والرؤية المشتركة طبعا ما بين مصر والأردن فيما تعلق بعدم السماح بجالك التهجير أتصور أن مصر نبهت العالم إلى ضرور التكاتف ووحدة الأسرة الدولية وحتى يعني لأن التنظيم الدولي يعني يكاد يفقد أو بالفعل قد فقد مصدقيتها لأنه لم يستطع أن يوفر الأمن والأمان لم يستطع أن يحفظ السلم الدولي لم يستطع أن يحفظ حياة الفلسطيني أتصور أنه يعني لا نتحدث عن عدالة أو مساواة وإنما نتحدث فقط عن الحد الأدنى من حكمة التنظيم الدولي وهو حفظ السلم والأمن الدولي نعم نصر كانت بتتحرك دائما من أجل يعني فكرة إحياء السلام والأمل مرة ثانية إحواء احتواء تلك التطورات المتسارعة وإحياء الأمل بالتعرف على الجذور الحقيقية للمشكلة طيب دكتور يعني ما هي أهم رسالة في وجهة نظر حضرتك لهذا التجمع الجماهيري الكبير يعني في استاذ القاهرة الدولي وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في ذلك التوقيت يعني نحن نتحدث عن بدء سريان الهدنة نتحدث عن الكثير من الاتصالات بين الشركاء الإقليميين والدوليين وأيضا حديث عن ربما تكون هذه الهدنة هي نقطة انطلاق لمفاوضات أخرى واتقلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية ما أهم الرسائل في وجهة نظرك التي تأتي في هذا التوقيت يعني الرسائل العديدة ومهمة وحاسمة الرئيس السيسي كان واضحا أن هذه القضية الفلسطينية هي قضية ليست فقط قضية العرب المركزية الأولى بل هي قضية العالم الأولى الآن لأنها في سرة العالم لأنها تسبب موجات من عدم الاستقرار لأنها هي القضية الوحيدة في هذا العالم قضية الاستعمار المتبقي في 2023 هذا الاستعمار البغيض هذه القضية الرئيس السيسي يؤكد أنها تواجه ذلك المنعطف الخطير وأن ذلك التفعيد وتلك الظروف القاسية غير الإنسانية وهذه التطورات شديدة للتصارع قد لا يستطيع العالم أن يتحكم في وطيرة تصارعها وقد تتنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه فكان يعني تحذير وإنذار الرئيس السيسي للعالم بخطورة هذا الموقف خطورة المشكلة أن الأمور قد تتفاقم على العالم أن يتنبى كثيرا ومصر دائما كانت على قدر المسئولية وتقوم بكل الأدوار يعني مصر حريصة على الاستقرار هذا العالم مصر هي ضابط إيقاع هذه المنطقة مصر تعمل منذ البداية على التفرقة ما بين المقاومة والإرهاب مصر لا تنبه لعدم خلط الأوراق وأن المشكلة ليست في السابع من أكتوبر والمشكلة ليست في عمل هنا أو هناك أو عمليات السابع من أكتوبر المشكلة في أن هناك احتلال لهذا الأرض المشكلة في استلاء على الأراضي العربية في عدم وضوح رؤية عدم وجود أمل للفلسطينيين لابد أن يتنبه العالم المجتمع الدولي لابد أن ينفذ قراراته قرارات الشرعية الدولية 2-2-4-3-3-8 وكل القرارات الدولية يعني فيما يتعلق بالشرعية الدولية يعني رئيس عبد الفتاح السيسي أضاف بالأمس بأن التصعيد الحالي والتصعيد الإسرائيلي اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرد واقع على الأرض هذا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس يعني دكتور طارق هذا هو خرق لمثاق الأمم المتحدة وللشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يعني هل ترى بأن ربما سائل بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا التجمع والتأييد الجماهيري للموقف المصري وأيضا سريان الهدنة ربما تكون نقطة لرؤية مختلفة بالنسبة للمجتمع الدولي لما يحدث على أرض الواقع وبالفعل كما تقول بداية وصريان الهدنة وأتصور أنه ليس فقط اللي يتنفس الفلسطينيون الصعوداء وإنما لكي يتعقل العالم وتبقى هناك يعني وقفة مع النفس للتفكير بعقلانية الأمر ليس فقط في رفع الظلم عن الفلسطيني بل أيضا في استقرار هذا العالم لأن الظلم واستمرار هذه المجازر لم يولد إلا موجات من عدم الاستقرار يعني سميناها مقاومة أقاموا بتسميتها إرهاب أيا ما كانت التسمية المهم ستستمر وستتولد موجات من عدم الاستقرار وموجات من العنف فهذا هو يعني دائما السياسات المصرية ونصائح الرئيس النسيسي المجتمع الدولي والجهود الدبلوماسية المضية على كافة المستوات والصعود بمثابة نور للمجتمع الدولي أتصور أنه يعني فيما يتعلق بالقانون الدولي كل الانتهاكات كل الانتهاكات التي مرصت ضد القوانين الدولية والتشريعات والأعراف الدولية وسيتم في رأيك النظر فيها بجدية نعم سيتم النظر فيها بجدية في وجهة نظرك من قبل المجتمع الدولي نعم المجتمع الدولي مصر دائما عندما يتسعى بهذه الأدوار من منطلق يعني مسؤولياتها أما فيما يتعلق بتحقيق النتائج فالعالم من المفروض أن يتحل بالرجد والعقلانية وأن يتعرف على خطورة هذه المواقف واستمرار هذه المجازر خاصة أن نصائح الدولة المصرية دائما كانت يعني كانت يعني انبراسا ومنارة وتحققت كل ما ذكرته الدولة المصرية من خلال أجازتها المعنية كانت بمثابة يعني حكمة نتيجة للخبرات التراكمية ومعارف الدولة المصرية في مثل هكذا مواقف فأتصور أنه عندما نبه الرئيس السيسي من البداية على أنه لابد من التعرف على جذور الحقيقية ومن أنه للمشكلة وأنه لا يمكن التصفية لابد من يعني تسوية عادلة لهذه القضية عندما يعني أدانت مصر في المجتمع الدولي وحتى يأتوا أفواجا من كل فج عميق وحتى يعني يستيقظوا من ذلك السبات وأنه هذا الصمت العالمي وعدم الاقتراف لن يأتي إلا بالمشاكل وموجات عدم الاستقرار وأنه للدول الكبرى لابد أن تكون كبرى في تصرفاتها وفي مسؤولياتها وأنه يعني هذا ذلك التواطئ وهذه الشراكة في هذه المجازر الإسرائيلية لن تأتي إلا بمزيد من العم وأنه عن المجتمع أن يحقق ذلك الاستفاف الاستفاف الدولي هو يعني طوق النجاة وهو سفينة النجاة وهو الانتقال يعني يحقق هذه النقلة إلى أفاق التنمية والمستقبل ويمكن كانت قمة القاهرة للسلام عندما عقدت في القاهرة الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة كانت المكان لافت أنه مكان حيث التنمية والمستقبل والنهضة والعمران يعني نقلة من الخراب إلى العمران وإلى أفاق المستقبل الجديد وتنبيه الرئيس السيسي أكثر من مرة إلى أنه هذا امتحان للإنسانية وعلى الإنسانية ألا ترصب في هذا الامتحان أتصور أنه كانت يعني الأدوار المصرية وكل الأجهزة بالقمة الدبلوماسيات القمة الرئاسية والوزارة الخارجية والأجهزة المعنية الأمنية وكل قام بهذه الأدوار والكل على قلب رجل واحد يريد تحقيق تسوية عادلة لهذه القضية حتى يتم استقرار العالم لأنه أنا الواحد أتعي أن هذه القضية المركزية المزمنة التي استمرت عقود هي الرحم الكبير لخلق أجيال وخلق موجات يعني كثيرة من العنف وعدم الاتقرار نعم دكتور طارك ألبرديسي خبير العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك من فوقنا من سابع سماء شاهد على الأحداث وانفت سنين قصتنا عيشة محفوظة وسط الناس أبطل تعيش واتضح لأجل الحلم والأجيال ولأجل أرض اخترها رب مايمسهاش خناس عايزين يصفوا حلم ممّة تحلموا لسنين يفرهوا الشم اللي ما يضرع علي القدري الأرض الأرض عالمها حر واسمها فلسطين الله يعنكم على القريب النصي جايا كيب كلمتنا وسط على السماء ماسمعين ماسمعين هل تزيد للدعاء فمرددين حيثي اللي ترجع عرضنا قولوا أمين قولوا أمين قولوا أمين كلمتنا وسط على السماء ماسمعين 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 زيد للدعاء فمرددين حيثي اللي ترجع عرضنا قولوا أمين قولوا أمين من صغرنا يتقلنا احفظ عدوك صم وانت الأزافل العليج اللي بنقاله وغم انت الأحق والقوي لو حتى شلت الهم بقدينا نمشي لك بلاد إخوات ونفس الدم اللي بتنى واصط على السماء ماسمعين انتنا بتزيد بالدعاء فمرددين حيثي اللي ترجع عرضنا قولوا أمين قولوا أمين قولوا أمين اللي بتنى واصط على السماء ماسمعين ماسمعين تزيد بالدعاء ما دعاء هل هل صار فينا حالف اللي ترجع قولوا أمين قولوا أمين شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه لا تهجير قصريا للفلسطينيين من أرضهم مشيرا إلى أن ذلك يعد خطا أحمر بالنسبة لمصر وفي كلماته خلال الاحتفالية المصرية لدعم الفلسطينيين أشار الرئيس السيسي إلى اختلاف وضع الفلسطينيين عن الضيوف والأشقاء القادمين من دول أخرى والذين بلغ عددهم تسعة ملايين ضيف في مصر إحنا المصريين كلنا كنا دائما لنا موقف متعاطف وإنساني واستقبلنا خلال السنوات الماضية في عقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا ولم نتكلم أبدا ولم نشتكي أبدا ولم نطلب من أحد أبدا أي دعم في هذا الأمر الأمر اللي أنا بكلم فيه ده إحنا دائما بنقول إن إحنا عندنا تسعة ملايين من الضيوف يعني محدش يقدر يزايد علينا ويقول إن إحنا لما بنقول لن نقبل بتهجير قصري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبدا ما حدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إيجابية ولها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة لكن الأمر مختلف الأمر اللي أنا بكلم فيه أمر مختلف في الأشقاء والضيوف اللي بكلم عنهم بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة وأرضهم موجودة وباقية لهم لكن الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا خط أحمر خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به إحنا كنا دايماً بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل بس محدش يتصور أبداً إن ده معناه ضعف أو تهاوى لهو ضعف ولهو تهاوى لا تهجير لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر ده خط أحمر بالنسبة لي ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية أهلا بك دكتور أهلا بك سيد كارين يعني في البداية هذه النقطة التي جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسألة اختلاف وضع الفلسطينيين عن الضيوف والأشقاء القادمين من دول أخرى والذين تستضيفهم مصر يعني رأي حضرتك في هذه النقطة وتحليلك لها ويعني وجه الاختلاف بين النقطتين بالطبع أستاذ كريم يعني وضع الضيوف أو اللاجئين من دول العربية الشقيقة فتحت لهم مصر أبوابها في أعقاب السراعات الدموية والعنيفة التي شهدتها في معارفة بيئة الربيع العربي كانت مصر دائما هي الحاضنة والمستقبلة بحكم طبعا حضاراتها بحكم إنسانياتها بحكم سلساتها الخارجية الرشيدة ودورها كدولة مسؤولة في النظام الدولي كمؤسسة الأمم المتحدة دائما منحازة مع القانون الإنسان ولذلك فتحت أبوابها وهؤلاء لم يكونوا في مخيمات كما كانت في دول أخرى لم وجدوا كل التلحيب في مصر حقيقة واندمجوا وعاشوا وسط المصريين كضيوف لهم كل الحقوق ولهم كل المزايا وهؤلاء التسع مليون ضيف حقيقة قدموا نموذج حضاري لمصر الدولة الرئيدة الدولة الحضارية التي تضرب سبعة ألاب سنة في التاريخ حقيقة على خلاف الصورة الأخرى التي رأيناها في دول أوروبا التي أطلقت عليهم النيران على الحدود وأطلقت عليهم النيران في المراكب ووجهوا صعوبات ونظرت عليهم كمجرمين وكمزنمين بينما هم ضحايا لأسرعات الحروب التي أصلا مسؤول عنها الدول الغربية وبالتالي هذا نموذج أما نستعلق بالقضية الفلسطينية فبالطبع الفلسطينيين لهم وضع خاص استخذت إسرائيل أحداث أو عملية طفان الأقصى في السابع من أكتوبر كزريعة لتستفيز مخططات قديمة وتثبيت القضية الفلسطينية من خلال التهجير القصري للفلسطينيين والاعتماد على استراتيجية الجحيم بمعنى تحويل غزة إلى جحيم مكان لا يمكن العيش فيه من خلال القصف الشامل والضمار الكامل والحصار التام وقطع كل مقاومات الحياة من غزة وماء وقهرباء بحيث يتم الفلسطيني دفعا كما رأينا منذ السابع من أكتوبر من شمال غزة إلى جنوبها ثم دفعهم إلى الحدود السينية المصرية والعمل على تنفيذ مخطط توفيهم في السيناء ولذلك أدركت مصر والقضية السياسية منذ اليوم الأول هذا المخطط وقال الرئيس السياسي نتذكر في خطابه أو في لقائه مع المستشار الألماني شولدس بأن إسرائيل تجوزت مبدأ الدفاع لتنفيذ العقاب الجماعي ووضعت مصر قطوط عمراء قاطعة لا لابسة فيها من خلال لقائه الحاسمة لا للتنجير الفلسطينيين لا للتسكت القضاءة الفلسطينية لا للتنجير الفلسطينيين في سيناء وبالتالي إسرائيل تسعى لتفريض القطاع من سكانه من 2.5 مليون نسمة وبالتالي القضاء تماما على ما يسمى الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين أو حقوق مشروعا للشعب الفلسطيني وهؤلاء الفلسطينيين هم تعرضوا النكبة في أصابت 48 عندما خرجوا لم يعودوا مرة أخرى وبالتالي كانت مصر واعية انحياز مصر وضعها خطوة حمراء وانحياز القضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعا للشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة حقي قبقية شعوب العالم وأن ينتهي الاحتلال ولذلك كانت المقربة المصرية أن الحل ليس في التهجير القصري وأن الحل يجب وفر الأمن ومصالح جميع الأطراف والأمن الإسرائيل هو حل استلام العادل والشام هو حل القضية أسرع من جزوره لأن ما حدث وعرض لمرض المرض هو تمرار الاحتلال غياب أفق التسوية السياسية والرئيس سيسي حذر مرارا وتكرارا منذ أوقات مبكرة بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة إذا راض الجميع أن يتحقق بتعايش المصالح والشعوب وأن هناك بيئة طبعية للتعاون والإصدار والتنمية لابد من حل القضية الفلسطينية قصرية مركزية وبالتالي مقاربة إسرائيل ومعها أمريكا في منطق الأمر الواقع والقوة والعند وتهجير الفلسطينيين لن يحقق الأمن ولا السلام وبالتالي المنطقة في دوامة من الصراعات التي يدفع تمنوعها الأبرياء والمدنية طيب دكتور أحمد الجهود المصرية كان لها نقطة أو شقان ربما الأول الشق الإنساني في المساعدات الإغاثية التي كانت تذهب إلى قطاع غزة من معبر رفح والمساعدات الكبيرة التي أطلقتها مصر من خلال الشاحنات التي كنا نراها خلال الأسابيع الماضية وأيضا بالتأكيد المستمرة الشق الآخر هو شق سياسي وديبلوماسي والذي وصل بين الحال إلى الهدنة اليوم إذا تحدثنا في البداية عن الشق السياسي والديبلوماسي كيف استخدمت مصر جهودها وخبراتها السياسية فيما يتعلق بالتواصل مع كل الشركاء للوصول إلى الهدنة الحالية دكتور أحمد طيب إذن سنعود مرة أخرى إلى دكتور أحمد ولكن نقرأ لحضراتكم هذا الخبر العاجل حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة صرح بذلك المستشار أحمد فامي المتحدث الرئيسي باسم الرئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة صرح بذلك المستشار أحمد فامي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ترجمة نانسي قنقر مرة أخرى معنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية دكتور أحمد يعني كنا نتحدث عن الجهود الدبلوماسية والسياسية لمصر في القضية الفلسطينية ومصر لديها خبرة كبيرة دبلوماسيا بشكل عام وتحديدا في القضية الفلسطينية كيف تستخدم مصر هذه الخبرة السياسية والدبلوماسية للتواصل مع الشركاء لوصول إلى حلول في القضية الفلسطينية وأيضا الوصول إلى الهدنة التي تبدأ اليوم سيد كريم قولا واحدا نقول أن مصر تمثل صمام الأمان للقضية الفلسطينية مصرية داعم الأساسي والحاضن الأساسي للشعب الفلسطيني وحقوق المشروع السراتجية المصرية دائما كانت تصير في مسارات متوازية ومتكاملة كما أننا أشرنا المصر الإنساني وإدخال المساعدات وتصليف المعناة بالتزامن وبالتوازي مع المصر السياسي المتعلق بشكلين شكل متعلق بربض التهجير القصري باعتباره خط أحمر في ذات الوقت العمل على حل الدولتين وقام بسلام عادل وشامل وهو بالتوازي المصر الأمني وهو وقت إطلاق النار ووقف هذا الصراع ومنع توسع الصراع إقليميا لأنها سيكون لها عواقب كثيرة وبالتالي الهدنة اليوم هي سمار نقود ثمار الجهود المصرية المتواصلة والدبلوماسية المطرية الفعالة والنشطة مع الشرقاء الإقليميين مع الشرقاء الدوليين انطلاقا من مقاربة أن العنف والقوة وهذا القدس الجماعي وهذا الضمار الشامل لن يحقق أيها أهداف ودروس المواجهات السابقة خلال خمس مواجهات كان للمصر حقيقة الضور المفتاحي في تحقيق التهديئة بين الجانبين ولذلك هذه البرة كانت دائما شقرة الرئيس بايدن الرئيس سيسي هذا بيعكد حقيقة هذا السقل المصري خبرة في إدارة هذا الملف الانحياز مصري السابق للحقوق الفلسطينية والتواصل مع كل الشركاء يعني دكتور أحمد يعني كما كنا نشير منذ دقائق يعني الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بقصر الاتحادية رئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع يعني هذه ضمن الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها مصر والتواصل مع كل الشركاء وهنا نتحدث عن الشركاء الأوروبيين أهمية هذه المباحثات في رأيك والتوقيت أيضا لهذه الزيارة بالطبع أستاذ كريم مصر دائما سموها المركز الأساسي فيما تعلق بقية حركات دبلوماسية حتى منذ 7 من أكتوبر رأينا كل الرئيساء وكل القادة جوم إلى مصر شرل ألماني الرئيس الفرنسي السوزراء البريطاني وغيرهم ومن العام الأمم المتحدة الكل بيدر جيدا أن مصر هي تمثل المستاحة المركزي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأن مصر حقيقة هي الفعل الأساسي في أي معادلات في المنطقة طبعا بين فيها المعادلة الإسرائيلية الفلسطينية ولذلك زيارة رئيس وزراء الجيك والأسباني هي بتعكس حقيقة هذا التقطير الأوروبي للدورة المصري والتي أركيت عليه أيضا رئيس المفوضة الأوروبية منذ أيام فوندرلايم وغيرهم بيعكس حقيقة أنه لا يمكن أن تنجح أي استراتيجية في تحقيق التهديئة أو الاستقرار أو حد تحقيق السلام إلا من خلال البوابة المصرية لأن مصر حقيقة لديها سوابت لديها رؤية شاملة ومقاربة كاملة تحقيق الاستقرار سلام عادل وشامل تحقيق التعايش من خلال هذا عودة تقوك المشروع للشعب الفلسطيني العمل على وقت إطلاق النار وأن العنف لا يولد إلا العنف وبالتالي كان هنا هذا التقطير فهي محبثات مهمة حقيقة نجحت بالمسالة المصرية من خلال هذه اللقاءات والاتصالات بين الرئيس فيسي وقادة العاد ولقاءاته مع القادة المختلفة الذين جاءوا إلى القاهرة للتشاور والتنصيق نجحت على التغيير وجهة نظر الرأي العام العالمي نظر هدركة قمات كان هناك تبني كامل للجانب الإسرائيلي كان هناك نظر بعين إلى ما يتعلق به الاعتماد على الرئيس الإسرائيلية وتجاهل الواقع في دازة نجحت مصر في داحة الصورة والإعلام المصري أيضا نجح في وضيح هذه الصورة يعني آخرها ربما كنا نرصد تصريح لرئيس وزراء إسبانيا فيما يتعلق به أن لا يمكن السكوت عن قتل الأبرياء ولا يمكن قتل الأبرياء في مواجهة أي عدوان يعني أو عدوان على الأبرياء في قطاع غزة كان هذا تصريح ربما هل من خلال هذه التصريحات أو على سبيل المثال هذه التصريحات ترصد تغير في الموقف للدول الأوروبية والمجتمع الغربي بشكل عام خاصة أيضا مع الضغوط التي يمارسها شعوب هذه الدول على الحكومات لأننا كنا نرى مظاهرات تندد بهذا العدوان وتندد بقتل الأبرياء وتقول بأن هذا لا علاقة له بالإنسانية هو بالفعل أساس كريم حقيقة يعني بالمثال المصرية والصلاة نقل التصور الحقيقية بأن هناك شعب أعزل بأن هناك انتهاك للقانون الإنساني بأن هناك جرائم حرب متكاملة ما يحدث لا يسدفع عن النفس وإنما هو قتل جماعي يعني بلغة الأرقام 50 ألف ضحية ما بين 20 ألف شهيد كلهم من الأطفال النساء بمن ثون تحت الأنقاض وهناك ألاف المفقودين وهناك بطبع أكثر من 30 ألف مصاب ومعاضح حقيقة بسبب هذا الأدوان الهامجية على الشعب الفلسطيني هذه النظر حقيقة وهذه الصورة الحقيقية التي نقلتها مصر الدبلوماسية والإعلام نجحت في عن تغيير توابهات ومواقف الدول الأوروبية والجانب الأمريكي حتى الذي كان دعم الإسرائيل والذلك كان للخطر السياسي منذ حقيقة منذ فترة كبيرة بعد هذه الجهود المصرية هو التأكيد على الجانب الإنساني ادخل المساعدات ووقف هذا العنف الدموي لأنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال لا يمكن تبرير استهداف المستشفيات لا يمكن تبرير منع الكهرباء والغذاء والدواء ومقاومات الحياة هذه أفضل هذه سلطة احتلال لديها مسئوليات هناك قانون دول الإنساني وبالتالي وجد الغرب أنه في تناقض وما بين شعراته التي رفعها في الصابق عن حقوق الإنسان والقنام الإنسانية وغيرها من الشعرات التي تحمل في ظاهرها الرحمة لكن ثباتنا العذاب وما بين مواقفها الأرض الواقع الدعيمة والمتبنية للجانب الإسرائيلي والمتجهلة للشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية يعني البهودة المصرية وضعت القضية الفلسطينية في قلب أجندة الاتمام العالمي الآن بعد أن تورط كثيرا هناك قناعة دولية الآن متماهية ومتوافقة مع الموقف المصري فأن حل هذا الاصطراع لابد أن يكون هو بإقامة دولة فلسطينية نعم دولة فلسطينية مستقلة لأن أي صيغة غير ذلك صيغة الأمر الواقع والقتل لم تحقق الأمن وبالتالي التفت العالم من هذا الشعب أعزل شعب من حق تقرر مصيري شعب من حق يعيش في دولة وكل هذا نتاك حقيقة الدولمسيات المصرية وهتي بدأت مبكرا منذ قمة القهرة للسلام وعطت رسائل واضحة على المصارات السياسية والإسلامية نعم وهو قلبة الرئيس السياسي في القمة العربية الإسلامية والتي تضمنت بالكامل في البيانة الخدامة ولذلك كانت مواقف مصر حاسمة ضغط وإجهاض من خطة سهجير القصري العمل على إدخال المساعدات والضغط واليوم يدخل أكثر من 200 شحنة ونتاجة المساعدات المصرية رغم التعنط الإسرائيلي ورغم قصف المعبر أربع مرات ورغم استهداف المصارات الإسعاف ورغم استهداف الممارات الإنسانية كل هذا أثرت مصر على إدخال المساعدات وبالتالي كانت مصر منذ اللحظة الأولى هي أكبر دعم للفلسطينيين أكبر دعم من المساعدات الإنسانية وطني غيرها من منظمات المجتمع المدينة التي تهبت وعكست هذا القضية الفلسطينية في ضمير كل مصر هي في ضمير الدولة المصرية وبالتالي كانت كلمة الرئيس سيسنباني حقيقة هي تمثل تدويج بالورا للموقف المصري السابت والداعم للشعب الفلسطيني والحقوقه المشروع نعم الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك هادي بلدنا ودي الرجالة جاهزين مين يتعد أحدوده عالمصريين هادي الأرض ودي الرجالة وقفين نسكنا في إجنكتاب وحلفنا يمين حلفونا حلفونا ع الأمانة اللي افتدينا حلفونا حلفونا إن احننشلها في عيننا حلفونا حلفونا ع الأمانة اللي افتدينا حلفونا حلفونا عمرنا منفرق في زينا بلدي تربها دهب وحقرها يقود لو هنموت على شاله أهلا بالموت أجز الدنيا فقيت بعدنا مسكين ومع الحق وقفنا ومش سكتين أم الدنيا ووعد الحر ده دين تفضلي حرة يا مصر اليوم الدين حلفونا حلفونا على الأمان نلف لدينا حلفونا حلفونا إننا راح ننشلها في عينينا حلفونا حلفونا على الأمان نلف لدينا حلفونا حلفونا عمرنا منفرط في سينا أحنا تاريخنا بكل كتاب مكتوب عمر المصري ما خاف ولا بات مغلوب قول يا تاريخ والنسكت واحنا نقول احنا شداد على أيدنا شداد زول جلبي والرسجي الجدعانة وصول أرضي حتفضل أرضي ده باب مقفول حلفونا حلفونا على ما ننلل فيدينا حلفونا حلفونا إنضCOفش الأتماعيدينا حلفونا حلفونا على ما نلل فيدينا حلفونا حلفونا عمرنا منفرد في سنين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر عازمة على المضي قدما في مواجهة هذه الأزمة متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفي مسعى للحفاظ على الأمن القومي المقدس شعب مصر الكريم وأكد لكم بعبارات واضحة وكلمات صادقة بأننا عاقدون العزم على المضي قدما في مواجهة هذه الأزمة متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وقابدين على أمننا القومي المقدس نبزل من أجل ذلك الجهد والدم متحلينا بقوة الحكمة وحكمة القوة نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة تناسة أن اسم الله العدل يجمع البشر من كل لون ودين وجنس وأن السلام هو خيار الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك ولندعو الله أن يكل الجهودنا من أجل السلام بالنجاح وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق مصطفين من أجل الوطن وأمنه تجمعنا القضية وثوابتها وتحيا مصر وتحيا فلسطين للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أهلا بك كيف أنت؟ حياتي رحضتك والسلام يعني في البداية كيف تعكس كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس الرؤية المصرية والجهود التي قامت بها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تحديدا في الأسبوعين الماضيين للوصول إلى هدنة تبدأ اليوم يعني بالتأكيد كلمة سيد رئيس يعني أمس كانت أعتقد أنها تتويج أو إجمال لجهود مصرية بدأت حتى لم تبدأ في الأسبوعين مع الماضيين فقط بل كانت منذ بداية من ينزل الأوم الأول لإنطلاع الأحداث في قطاع غزة جهود على المستوى السياسي جهود على المستوى الإغاثي والإنساني جهود على المستوى الدبلوماسي في التواصل مع كافة الأطراف هذا الجهود لمصر متعدد للتجاهات أصمر عنه وطبعا نتحدث هنا عن جهود مصري بالتعاون مع الأطراف الدولية والعربية وهناك جهود للتواصل مع الشركاء بالتأكيد لأن الدهنية المصرية في التعامل التعاملات الخارجية منذ عام 2014 وحتى لأن كانت ترتكز على التعاون تعظيم العمل العربي المشترك التعاون مع كافة الدول لأن الهدف هو النجاح الهدف هو الوصول إلى النتيجة وليس الهدف أي شيء آخر له علاقة مثلاً بالدعاية أو محاولة التصدر أي مشهد أياً كان الهدف هو المصلحة وهنا نتحدث عن مصلحة فلسطين ومصلحة غزة وهو ما أنتك المشهد الذي يبراه اليوم وهو مشهد يجب النظر إليه بيعني نظرة مركبة بمعنى أننا نتحدث عن هدنة نتحدث عن هدنة وقفت بالفعل فيها العمليات العسكرية على أرض غزة نتحدث عن اتفاقية لتبادل تبادل الأسرة إن جاء هذا التعبير ما بين فصائل الفلسطينية وما بين إسرائيل نتحدث أيضاً عن إدخال أو يعني اتفاق على الإدخال أكبر قبل من المساعدات المتنوعة بماذا في ذلك الوقود الصلار والبنزين وغيرها بشكل يومي نتحدث عن 130 ألف لتر صلار نتحدث عن 200 شاحنة يومياً وهو عدد يعني لم يكن يعني قد أن الأيام الماضية كانت إسرائيل لا تسمح إلا بعدد خدير ومصر ضغطت بشكل قوي في هذا الاتجاه حتى نصل إلى معدل أقوى وأفضل من معدلات دخول المساعدات للقطع وبالتالي المشهد العام هو مشهد يتكون من ثلاثة اتجاهات إغاثية وتتعلق بوغف إطلاق النار وتتعلق أيضاً بالتفاقية التبادل والتفاقية التبادل في نظري يعني أهميتها لا تنبع فقط من أنها تتعلق بجانب إنساني هناك أطفال ونساء يتم تبادلهم ما بين الجانبين ولكن نتحدث عن أن هذا التباق هو مقدمة يمكن البداع عليها من أجل إنهاء الوضع القاني الحالي لأن ما حدث في غزة خلال السطر الماضية كان كبيراً عن المستوى الإنساني البحاية كثر أزمة إنسانية كبيرة ولكن نحن مدأنا اليوم بعد أكثر من 40 يوم نرى ملامح واضحة لأنه لا يمكن بالتأكيد وكما تعلم أستاذ محمد بأن لا يمكن الحديث عن مفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار يعني وقف إطلاق النار يعتبر هو نقطة مفصلية مهمة نقطة بداية لأي مفاوضات بعد ذلك يمكن أن تحدث ستحدث بناء على الهدنة التي حدثت أيضاً الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني كما أشرت هو يعني هناك تواصل مع الشركاء واليوم هناك تواصل واستقبال لرئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء إسبانيا إذن الجانب الأوروبي أيضاً موجود في التواصل وموجود في التباحث مع الدولة المصرية ومصر دائماً تتواصل مع كل الشركاء كيف ترى هذه المباحثات في إطار الهدنة وإطار بأنها تكون نقطة بداية لأي مفاوضات تأتي بعد ذلك يعني أود أن أشير إلى نقطة هامة تتعلق باتفاقية أو هذا الاتفاق الذي توصلت إليه مصر وقطر مع الأطراف المنقرطة في هذه الأزمة وهو أن أهمية هذا الاتفاق تنمع من أنه تم خيالياً في خضم الأزمة بمعنى أن دائماً اتفاقات التبادل في المرات السابقة كانت تتم بعد وقف إطلاق النار بمدة طويلة لكن نتحدث عن أن الاتفاق تم التوصل إليه طبعاً بصعوبة ولكن تم التوصل إليه والأزمة ما زالت يعني نحن في خضمها وبالتالي أهمية هذا الاتفاق تجعله مقدمة مهمة يمكن البناء عليها وأعتقد أن المواقف الأوروبي والتواصل الأوروبي مع مصر والمواقف الأوروبية بشكل عام بدأ يحدث فيها حالة من محاولات مؤكبة الحدث لأن أوروبا ومعظم الدول الأوروبية كانت منذ البداية مواقفها كانت رمضية وغير واضحة فيما يتعلق بما يحدث في غزة وبالتالي نحن بدأنا نتلمس اهتماماً أوروبياً متزايداً بما يحدث مواقف مهمة يمكن البناء عليها وأعتقد أن الدور المصري في التواصل إلى نتيجة جيدة وإيجابية عن المستوى الميداني بدأنا نشهدها اليوم أعتقد أنها كانت حافزاً لدور الأوروبية عديدة كي تقوم بمراجعة مواقفها على المستوى الرسمي مما يحدث في قطاع غزة وأيضاً مساعدة أو حاولة إعطاء أو إظهار أنها يمكن أن تقدم مشاعدة فيما يتعلق به المراحل المقبلة من التفاوض ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي لأن نحن نحن في البداية وإنك جوالات من التفاوض سوف تحدث لأن مصر لا تستهدف حتى ينهي الوضع القائم فقط نحن نتحدث عن حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وهذا ما يأتي دائماً في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المواقف وفي كل المحافل الدولية بأن كلمة حل الدولتين دائماً ثابتة في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند الحديث عن القضية الفلسطينية رحيح لأنه لا يمكن حتى محاولات اختزال ما يحدث في فلسطين على أنه وضع في قطاع غزة يجب أن نوقف النار ثم نقوم بتحق الأوضاع الانسانية وانتهى الأمر على هذا الوضع أعتقد أن هذه التهنية هي ما تسببك في الوصول لما نحن فيه الآن بمعنى أنه من الضروري أن يتم إنهاء الوضع وحل القضية الفلسطينية بشكل عام وشامل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي ممكن من خلاله أن نصل إلى سلام وأن نمنع تكرر هذه المشاهدة التي نراها في غزة الآن وحاليا وبالتالي الحل الشامل وما أكدت عليه مصر دائما هو السبيل الوحيد وإلا بإننا سوف ننهي الوضع القائم وننهي القتال ونستعاد إلى جولة قادمة من القتال وهو ما يعني لا ترغف فيها أي أطرف وحتى الأطرف الدولية حاليا ترى جيدا أن مخاطر استمرار هذا الوضع في قطاع غزة لا يمكن القبول بها في المرحلة المقبلة خاصة أن هذه المعيحة في غزة أصبحت له ناكسات على المستوى الإقليم والدولي لا يمكن تجاهلها خاصة في ظل الوضع العالمي على المستوى السياسي وعلى المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى الاقتصادي حتى بالتالي يعني أهمية غزة وأهمية الوضع في الفرسل أصبحت واضحة للجميع والجهد النصري كان أساسيا في إظهار مخاطر الوضع القائم نعم محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدرسات كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهدين ختام هذه الساعة من التخطية ولكن التخطية دائما مستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز بعد قليل تلتقون مع الزميلة صمر الزهيري لكن مني أنا كريم حتم إلى اللقاء